أكدت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أن المنظومة الصحية في مملكة البحرين حددت بأن يتولى المجلس الأعلى للصحة وضع الاستراتيجيات الوطنية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي ووضع السياسات للاحتياجات الصحية المستقبلية وسياسات تدريب للكوادر الصحية أضفت سعادتها خلال الإجاز الإعلامي الحكومي والذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة بأن الوزارة تعتبر مكوناً أساسياً للمجلس الأعلى للصحة موضحة أنه بحسب المنظومة الصحية وفي إطار الضمان الصحي فإن مقدمي الخدمات الصحية الحكومية تشمل كل من الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية والمستشفيات العسكرية أشرت وزيرة الصحة إلى تحول دول وزارة الصحة من مقدم للخدمات الصحية العلاجية إلى منظم ومراقب ومقيم للخدمات الصحية حوكمت النظام الصحي كجهة تنفيذية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ولجانه المتخصصة والهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية أوضحت سعدتها بأن دور وزارة الصحة يرتكز على تقديم وتنظيم خدمات الصحة العامة وتعزيز الصحة وبرامج التوعية والتدقيف لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والأمراض المعدية السارية إضافة لتقديم الوزارة لخدمات الصحة النفسية والرعاية الصحية الخاصة لكبار السن في المستشفيات غير الخاضعة للضمان الصحي لوهت سعدتها إلى أن أولويات عمل وزارة الصحة المستقبلية تشمل على رفع جودة الأداء من خلال تعزيز الدور التنفيذي لدائرة الجودة لكي تقوم بمسؤولياتها المتمثلة في متبعة الانتزام بتطبيق النظم وتحقيق المستويات والمعايير التي أقرتها لجنة الجودة وتطبيق نظام مكافآة جودة الأداء والتعاون مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في تطبيق نظام الجودة